بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بالجميع فالواقع تردد أنا أتحدث الليلة في هذا الفيديو الذي سيكون قصيرا بإذن الله تعالى والمتعلق بالأحداث الجارية في الجزائر الشقيقة التي نسميها بالأخت الكبرى طبعا الجزائر وتونس وسائر أوطان العرب والمسلمين كلها وطن واحد ونحن أمة الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحم هذا هو الأصل الأصل أن هذه الحدود الجغرافية المصطنعة لا ينبغي أن تؤثر فينا نحن أمة الجسد الواحد هكذا شبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحم إذا اشتكى الدولة أو شعب أو أقلية أو فئة يجب على كل الشعوب أن تهب لرفع هذه المظلمة أو للنصرة أو للنجدة أو للإغاثة هذا هو الأصل هذا هو الإسلام فجمعتنا كلمة لا إله إلا الله وما يربطني بالجزائر أشياء كثيرة أولا هم إخواننا في الإسلام وكفى بذلك رابطة ثانيا هم جيراننا وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالجار وأمر بالإحسان إلى الجار ونهى عن إذاء الجار فهي وصية الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والوصية بالجار هي وصية شمولية في الواقع ليست محصورة فقط في ذاك الذي يجاورك في المسكن بل يشمل أيضا مجاورة بلد وبلد ثم ما يجمعني بالجزائر فهم إخواني وأصهاري وأهلي من الجزائر أتابع الأحداث يعني عن طريق وسائل الإعلام وشبكة التواصل الاجتماعي فقط أردت أن أعلق بشيء شرعي تعليق شرعي لا أكثر ولا أقل إخواننا في الجزائر نحبكم في الله ولن نتمنى لكم إلا الخير وأحسب أن فيكم عقلاء وفيكم حكماء وفيكم أطهار وأبطال فأنتم شعب المليون شهيد وأنتم شعب بطل وقد سجل اسمه في سجل التاريخ البشر بفضل الله عز وجل ولن نزكيكم على الله أي شعب مسلم له الحق في أن يختار من يحكمه فهذا حق أعطاه الله سبحانه وتعالى للإنسان وأمرهم شورى بينهم والإمامة الكبرى اللي هي الرئاسة أو الزعامة أو ما هي أوسع من ذلك كالخلافة اللي هي يعني طبعا المعنى الذي جاء به الإسلام وهو التداول السلمي على السلطة إذا تحقق ذلك عن طريق الشورى الخاصة والعامة ليست الشورى فقط محصورة في الإسلام فيما يسمونهم بشورى أهل الحل والعقد هذه بدعة عباسية لا أصل لها في الإسلام احفظوا هذا الكلام لا يوجد نص لا في الكتاب ولا في السنة قد ذكر ما يسمى بأهل الحل والعقد أهل الحل والعقد هذا مصطلح عباسي بدعي وضعه ملوك بن العباس ولا يصح أن نسميهم خلفاء بن العباس لأن الدولة العباسية والأموية على ما فيهما من حسنات لم تكن خلافة حقيقية كانت ملكية منرشي تنتقل الولاية والزعامة من الأب إلى الإبن أو من الأخ إلى الأخ وهكذا لم تحترم الأمة في خيارها الأمة حادت عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ مقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وسنة الخلفاء الراشدين ما هي التي نص عليها عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي ما هي سنة الخلفاء الراشدين خلفاء الراشدون ليست لهم سنة عبادات العبادات أمرها توقيفي العبادات لم يأتي الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم بعبادات زائد على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الخلفاء الراشدين هي سنة التداول السلمي على السلطة باحترام قرار الأمة لو قرأتم ما في البداية والنهاية لبن كثير كيف أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه طاف على كل المسلمين لم يترك لا صغيرا ولم يترك أمة ولا جارية بل ولا عبدا إلا أخذ رأيه في شأن عثمان رضي الله عنه الشورى حق المسلمين جميعا لا يحكم ولا يقرر المجتمع إلا في أخاصة هذه شورى أهل الجاهلية ولذلك أنزل الله سبحانه وتعالى سورة الشورى في مرحلة مكية ليبطل شورى أهل الجاهلية وقال فيها وأمرهم شورى بينهم أمرهم يعني جميع المؤمنين لا تقول لأهل حل وعقد ما في أهل أهل حل كل المسلمين هم أهل حل وعقد إلا أن المسلمين يمثلهم من نسميهم بالعرفاء وهم النواب كما قال صلى الله عليه وسلم ارفعوا إلي عرفاءكم وقال العرافة من الإسلام رواه مسلم ارفعوا إلي عرفاءكم يعني هم الذين يمثلون الناس ويمثلون شرائح المجتمع ويمثلون القبائل طبعا الآن هذه التحركات ينزعج منها عدو الأمة في الداخل والخارج كما هو معلوم العدو الخارج المستثمر والمستفيد من الجزائر والناهب لثرواتها لا ننسى أن الجزائر بلد غني بلد الغاز بلد البترول بلد الخيرات وشعبها يستحق أكثر مما مما عليه الشعب اليوم الشعب ينتفض ويخرج في كل مدن الجزائر تقريبا يطالب بماذا؟ يطالب بالإصلاح يطالب بالتغيير وهذا أمر مشروع ولا حرج فيه وليس ذلك من الخروج على ولي الأمر كما يسوق لكم المداخلة والسلفيون ومن تخرج من هذه المدرسة التي تسوق فقط لأن تكون الأمة تحت نعال وأحذية طغاتها وحكامها النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الشارع للتغيير ودليل ذلك ما رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد لما أوذي رجل آذاه جاره فنهاه فلم ينتهي فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له أخرج بمتاعك إلى الشارع أخرج متاعك من الدار فلما أخرج متاعه اجتمع الناس عليه إذن صارت كالتظاهرة اشتهر الأمر اشتهر الأمر وقالوا له ما الذي دفعك أن تخرج متاعك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أخرجه وإن لي جارا يؤذيني فجعل الناس يسبون هذا المؤذي ويلعنونه فلما رأى أنه افتضح أمره أن يرجع إلى داره سالما وأنه لن يؤذيه بعد اليوم فهي بطاقة وضغط ولذلك ليه فيديو فيديوات كثيرة عن مسارة المظاهرات واستدلت بأقوال الحنابلة وهذا أمر قديم جدا عرفه المسلمون إذا كانت هذه المسيرات سلمية وأنتم أهل سلمية إن شاء الله أنتم أهل سلمية وأهل تعقل وما رأيناه شيء مشرف رفعتم شعارات التغيير أولا هؤلاء المداخل والسلفيين هذه المدرسة المخابراتية هذه المدرسة التي تسببت في ذل المسلمين وتأخرهم وتسلط الظالمين والمستبدين عليهم والتي فتحت الباب على مصرعيه لكل أعداء الأمة في الداخل والخارج هذه المدرسة المنحرفة فكريا وعقائديا مع شديد الأسف نسألهم ما هي شروط الإمامة الكبرى أيها تعطيني أيها أيها معلمة الإمامة الكبرى هي الزعامة والرئاسة ما هي شروطها فيها شروط خيال الإمامة في الصلاة لها شروط في الإسلام لها شروط أليس كذلك؟ مقم درستم فقه العبادات ما هي شروط الإمامة الصغرى إمامة المسلمين؟ أن يكون مسلما وأن يكون ذكرا وأن يكون بالغا وأن يكون عاقلا بالغا في خلاف وأن يكون عاقلا في عقله باتفاق العلماء وأن يكون عدلا وهذا قول جمهور أهل العلم وأن يعين من قبل المصلين لا أن يصلي بهم وهم له كارهون فثلاثة لا ترفع لهم صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا وذكر عليه الصلاة والسلام منهم رجل أم قوما وهم له كارهون هذا في إمامة صلاة لو أنه أم حتى إن شاء الله اثنين أو ثلاثة لا يصح أن يعتدي على إرادة هؤلاء المأمومين ويفرض نفسه بالفرض ما فيه وربي سبحانه وتعالى لا يكره أحدا على الدين فقال لا إكره في الدين الله الخالق فكيف بمخلوق يكره مخلوق لا يوجد عندنا إكراه في الإسلام إنما كل ذلك بمحظ الإرادة ومحظ الإختيار ومحظ الإحترام المتبادل فنقول لهؤلاء السلفيين السلفيين وهؤلاء المداخل على وجه الخصوص من شروط الإمامة الكبرى بالاتفاق أن يكون الإمام الأعلى في الأمة الرئيس الزعيم عاقلا عاقلا يعني في عقله أما إذا جن أو غاب عقله بسبب المرض أو الزهايمر أو أصابه الخرف سقطت ولايته بالاتفاق سقطت ولايته باتفاق المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يفيق وعن المجنون حتى يعقل لا يمكن أن يبقى المسلمون بلا ولي يحكمهم قد سقطت ولايته شرعا بسبب غياب عقله أسأل الله أن يختم لنا وله بخاتمة الحسن كبر السن والمرض الأشياء هذه ما فيها الشماتة معاذ الله الرجل جزاه الله خيرا قدم ما قدم لكنه رجل مقعد ينبغي احترامه وينبغي إجلاله وينبغي إراحته وكفاه مسئولية والحمد لله الجزائر فيها ما شاء الله من الرجال والأكفاء والأفذاذ والعقلة والمثقفين خاصة المثقفين هذا هم شيء أن يكون مثقفا دارسا عالما فيها من الحقوقين فيها رجال بلد ما شاء الله معطاء والأمة لم تخلو من خير وبالتالي فقهيا شرعيا من شروط الولاية الكبرى أن يكون الإنسان عاقلا فإذا فقد العقل سقطت ولايته وسقطت أهليته هذا شرع ربنا يقول أنا ما أتيت بهذا من عندي ارجعوا إلى كتب أهل العلم ارجعوا إلى مراجع أهل العلم هؤلاء يكذبون عليكم أقسم بالله يكذبون عليكم هؤلاء المداخل والله أكذب من خلق الله هؤلاء فجرة فجروا في الدين هؤلاء أحذية الطغاة هؤلاء بمشايخهم والفتاوى التي ستأتيكم من السعودية تصب في نفس المصب لأن السعودية وعلى رأسها هذه الهيئة هيئة مشايخ الضلال والسلطان الذين رضوا بأن يبيعوا دينهم بدنيا غيرهم لا يؤتمنون حتى لنواقض الوضو والله لا تستفتيهم فيها حاش الصالحين وحاش المتقين ممن عرفناهم ممن توفي أو ممن هم في المعتقلات أو ممن هو فارقة تلك البلاد وبالتالي هؤلاء غير موثوقين في أن يؤخذ عنهم العلم أو أن تؤخذ عنهم الفتوى أو لا فليهتموا أولا بمشاكلهم ثم ليأتوا ليفتوا لنا نحن أهل المغرب العربي إخواني الكرام نحن نرجو أن يلطف الله سبحانه وتعالى بإخواننا في الجزائر وأن يعوضهم خيرا وأن يسير بالبلاد والعباد نحو مستقبل أفضل والتغيير كما قال سبحانه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه موال ومن تغيير النفس تغيير النفس ليس مقصورا فقط أن نحمل المسئولية على أفراد الأمة نعم الأمة مطالبة بأن تصلح فيما بينها وبين الله لكنها مطالبة أيضا بأن تقيم العدل في الأرض لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصد يا أيها الذين آمنوا كونوا قوّمين بالقصد شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين والمسلمون هذه مسؤوليتهم نحن ندعو إخواننا في الجزائر ندعو جميع الشرائح جميع الأحزاب جميع التيارات أن يجلسوا على مائدة الحوار وأن يخوضوها انتخابات نزيهة وشفافة ووطنية وأن يقدموا مصلحة البلاد ومصلحة الشعب أن يقدموا مصلحة الشعب الجزائر ومصلحة البلاد ومصلحة الوطن أن يبتعدوا عن كل الحسابات السياسية الضيقة ونحن كلنا أمل في الله سبحانه جل شأنه ثم أيضا في هذا البلد وفي شعبه الذي هو شعب عظيم وشعب مناضل وشعب حر وشعب شريف وشعب أبي وشعب عزيز النفس أسأل الله أن يحفظنا وإياكم وأن يحفظ الجزائر ويحفظ سائر بلاد المسلمين من كل شر وسوء وأن يرينا يوما مباركا نسعد فيه برفرفة رايات العدل والقسط والرحمة على ديار المسلمين جميعا وصلى الله وسلم وبركة العبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين والسلام عليكم